انطلقت تفاعليات الدورة العاشرة لمنتدى حوار الأديان تحت شعار هنا نصلي معاً والذي يتزامن مع اختتام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مصرح الحائط الشمالي يعقد المنتدى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انطلقت تفاعليات الدورة العاشرة لمنتدى حوار الأديان والذي يتزامن مع ختام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مصرح الحائط الشمالي بجوار بوابة النصر بالقاهرة دي الدورة السبعتاشر، سبعتاشر عام من التقلق والنجاح والاستمرارية والإبداع على مدار الأعوام السابقة بمشاركة 225 فرق الدورة دي أقيمت فيه ثلاث أماكن فيه السور الشمالي، مصرح السور الشمالي وأصر الأمير طاز وبيت السنير كل فرقة تتمنى أنها تشارك في هذا المهرجان لأنه يضيفوا لها في التاريخ وفي الإشهار لها أنا محظوظ أني هذه الرابعة مرة نشارك في مهرجان سماع عندي مهرجان أخرى تشارك في مصر في أماكن أخرى، ولكن مهرجان سماع مهرجان يضيفوا للفرق ويزيدها في تعطيها بطريقة عالمية، يعني تدخل العالمية مهرجان سماع، اللي أنا جيت لأول مرة معاهم، وكانوا معناها فرقة جدا عادي لمرات من المصر وشكروي للمهرجان هذا، وبقيت نتمنى بشي نجيه، أما كانت زيارة، وكانت حاجة معناها تشرف وحاجة ممتازة جدا مشروع ملتقى الأديان يتميز بالتناغم مع تفرد المكان وبراعته وعمق الحضارة المصرية حيث تتوحد المشاعر وتندمك لتقلق لحظة التواصل الإنساني من مختلف البلدان الحقيقة هذه المشاركة الرابعة لنا في هذا المهرجان، وشرف لنا أن نشارك في هذا المهرجان الذي يدعو إلى السلام ويدعو إلى المحبة ويدعو إلى أكيد ربط أواصل الأخوة بين كل الشعوب بخلاف ما يوجد في السياسة، فنحن جئنا من أرض الشهداء إلى أرض الأنبياء لنزرع، لنقدم رسالة إلى إخواننا في مصر وإلى كافة الدول الصديقة في هذا العالم الفسيح الدورة السبعتاشرة للمهرجان السماعة، هذا بالنسبة لي أول سنة السنة بشترك مع الدكتور انصار فتح في المهرجان السماعة، وموضوع جميل أو بالنسبة لي بالنسبة للإنشاد الدين كنت أتمنى من ربنا أن أكون موجود معهم، والحمد للرب العمين موجود معهم السنة وبعدين أممول شوية توشعات وأغاني دينية جميلة جدا ورائعة الملطقة يبعث برسالة سلام لكل دول العالم مفادها أن مصر ملطقة الأديان ووحة الأمن والأمان التي تستوعب كل الجنسيات ومختلف الثقافات أحمد الحسيني التلفزيون المصري